موسيقى موسيقى مساء الخير و اهلا بكم مشاهدين الكرام الى الميدانية يتوسع قوس ضربات المقاومة الاسلامية في لبنان وتزداد معه الاهداف والقواعد الاسرائيلية نهمرت على الاراضي المحتلة الصواريخ من جبل الشيخ الى طبرية فالجليل الاعلى والغربي والسفلي اكثر من مئة صاروخ واسراب من المسيرات ضربت قواعد الاحتلال وتجمعاته واجبرت نحو ربع مليون اسرائيلي على النزول الى الملاجئ وفي جديد اليوم استهداف مركزي للاستطلاع الفني والالكتروني البعيد المدى في جبل حرمون في الجبلان السوري المحتل وقاعدة نمرة في طبرية الذين ينضمان الى اهداف المقاومة ذلك على الجبهة اللبنانية اما في قطاع غزة فاشعلت المقاومة محاور نتسريم والشجاعية ورفح التي رد عليها الاحتلال بمزيد من المجازر مجازر لن تثني المقاومة عن مواصلة المواجهة فهناك الاف من المقاتلين المستعدين لمواجهة العدو متى لازم الامر كما اعلن ابو عبيدة اليوم نرحب بضيفينا في الميدانية شارل أبي نادر محل الميادين للشؤون الامنية والعسكرية واللواء واصف عريقات الخبير في الشؤون العسكرية والامنية معنا مباشرة من رمالة مساء الخير وهلا بكما معنا في الميدانية إذن نبدأ من ما شنته المقاومة الإسلامية وهذا الهجوم الجوي بأسراب متتالية من المسيرات الانقضاضية على مركز الاستطلع الفني والإلكتروني البعيد المدى على مرصد التزلج الشرقي في جبل حرمون في الجولان السوري المحتل وقد أصابت قبابه وتجهيزاته التجسسية والاستخبارية ومنظوماته الفنية ما أدى إلى تدمير الأجهزة المستهدفة واندلع النيران فيها على نحو كبير مصدر خاص أكد للميادين أن المقاومة تنفذت في هذه العملية أكبر عجوم جوي منذ السابع من أكتوبر وشدد المصدر على أن القاعدات العسكرية المستهدفة في الجولان السوري المحتل توازي بأهميتها قاعدة ميرون نبدأ مع ضيفنا في الاستوديو لسادة شارل أبي نادر ونتحدث عن هذا الهجوم يعني هو أكبر هجوم جوي منذ السابع من أكتوبر كما تتحدث المعلومات نبدأ من أهمية هذه القاعدة أو هذا الموقع الذي تم استهدافه هو أهمية هذا الهجوم من حيث نوعية والحجم طبعا نتكلم عن هجوم مواسع أهميته أنه شمل المناطق في شمال فلسطين المحتلة بالإضافة للجولان المحتل وقد يكون استهداف مركز الاستطلاع في حرامون هو نقطة لافتة أو الفارقة في هذا الاستهداف اليوم لأنه هو مركز أساسي ربما هذا المركز تعرض للاستهداف عند عملية الرد الإيراني وكان من ضمن الأهداف الرئيسة التي ركزت عليها القوات الجوية والصاروخية الإيرانية في ردها على إسرائيل مثلما استهدافت القواعد الجوية في الجنوب من هنا تأتي أهميته اليوم استهدافه اليوم أيضا هو يدخل من ضمن مروحة الاستهدافات التي دائبت عليها المقاومة ولكن كما قلنا اليوم هو لأنه شامل لأنه أصاب نقاط ارتكاز رئيسية أساسية للعدو في الاستطلاع وفي أيضا الهجوم في تحضير الهجوم هذا أن يشمل هذا الاستهداف اليوم وصول مروحة واسعة إلى غرب طبرية إلى قاعدة نمرة والتي هي تبعد حوالي 33 كم عن الحدود اللبنانية وأن يشمل أيضا قمة جبل حرامون أو نقطة الاستطلاع الرئيسية في جبل حرامون نتكلم عن عرض مهم أساسي عن توسيع للجبهة في الجغرافيا وهذا هو ربما بعد مهم وأساسي أن يكون توسيع للجبهة في استهداف واحد مثلا كنا نشاهد استهدافات للجولان المحتل لوحدها وكنا نشاهد استهدافات للقواعد العسكرية للعدو في كامل مناطق الشمال ولكن أن يكون توسيع بنفس الوقت لهذا الاستهداف هذا يعني أنه أولا المقاومة أدخلت الجولان المحتل ونقاط الرئيسة للعدو بالجولان المحتل في هذا الاستهداف اليوم وفي هذا الرد هو توسيع ليس فقط أيضا جغرافي هو توسيع استراتيجي نستطيع أن نقول لأن أغلب القدرات الإسرائيلية الأساسية في معركتها شمالا باتجاه الجولان باتجاه سوريا أو باتجاه لبنان تم استهدافها اليوم وكأن المقاومة اليوم ترسل يعني معادلة رئيسية أساسية هي أساسا بدأ هذا الاستهداف وردا على استهداف أحد المقاومين في منطقة شعص في ألبقة أن يكون هناك إثبات لمعادلة الرد على استهداف المقاومين بهذه الطريقة الواسعة وبهذه الطريقة المركزة أيضا وإصابة نقاط القوة في الاستطلاع ونقاط القوة في التمركز للعدو على كامل جبهته طبعا هذا يعطي بعد مهم وأساسي اليوم ويعطي مضمون حساس بالنسبة للعدو بالنسبة لهذا الاستهداف نسأل أيضا ضيفنا من رمالة اللواء واصف عراقات عن هذا الموضوع سيادة اللواء المصدر الخاص أكد للميادين أن المقاومة نفذت في هذا الهجوم أو في هذه العملية أكبر هجوم جو منذ السابع من أكتوبر نتحدث عن الجولان السوري المحتل بداية ماذا يعني استهداف هذا المركز مركز الاستطلاع الفني والإلكتروني البعيد المدى بداية هذا المركز ماذا يتيح للاحتلال وماذا يعني استهدافه وإلحاق أضرار داخله يعني بالتأكيد بعد التحية لك وللعميد شارل أنا أعتقد أن الجيش الإسرائيلي وصلت رسائل حزب الله القوية له وكما تفضل العميد شارل وقال أن العملية الآن أهداف استراتيجية ليست جغرافية فقط بمعنى أنه مسافة 33 كيلو متر كما هي قاعدة النمرة وإنما هي رسالة للعدو الإسرائيلي أنا أعتقد يفهمها جيدا وخاصة أنه يعني مراقب الدولة إنجلمان وجه رسالة لإنتنياهو وقال بالحرف الواحد أن الجبهة الشمالية لا تذهب للجبهة الشمالية لأن الجيش الإسرائيلي غير جاهز للتوجه لهذه الجبهة وهذا بسبب هذه الأهداف الدقيقة والاستراتيجية التي يتم قصفها من قبل المقاومة اللبنانية المقاومة اللبنانية وعلى مدار 275 يوم ونلاحظ نلاحظ كعسكريين وأيضا العالم معنا يلاحظ بأنه بنك أهداف المقاومة اللبنانية هي نقاط حيوية واستراتيجية أهداف عسكرية دقيقة حساسة حتى مواقع مستجدة ما قامت به مسيرة الهدود وما بثته من بنك أهداف أيضا هذا يسجل لصالح المقاومة الفلسطينية ويسجل ضعفا على الجيش الإسرائيلي وبنك أهدافه بنك أهداف الجيش الإسرائيلي حتى الآن ومدنيين اغتيالات وهذه سليب يعني الجيش الضعيف وليس الجيش القوي في حين أن بنك أهداف المقاومة اللبنانية وحزب الله واضحة ومعروفة عسكريين يعني حينما حينما يستهدف المقاومة اللبنانية وحزب الله أهداف دقيقة كالعواميدة التي تحمل كل أنواة كل أجهزة الرقابة والتجسس وهذه تسببت إعماء للجيش الإسرائيلي في الجبهة الشمالية كاملة حينما تستهدف صواريخ المقاومة ومسياراتها تستهدف بطاريات القبة الحددية وتصيبها وهذه نقاط وكما يعرف العميد شارل أن هذه نقاط هذه أهداف نقطة وليست أهداف منطقة وهي من أصعب الأهداف الدقيقة التي تستطيع المقاومة اللبنانية وأي وأي مدفعية صاروخية أن تصيبها هذه أيضا كلها رسائل وصلت للجيش الإسرائيلي بأن هناك سلاح دقيق هناك بنك أهداف ومعلومات حساسة عند المقاومة اللبنانية وحزب الله وأن هناك مقاومين لديهم كفاءات ميدانية ومهارات قتالية عالية جدا وهذا إن دل على شيء يدل على أن ما يخبئه حزب الله والمقاومة اللبنانية ربما أضعاف أضعاف ما أظهره حتى الآن وهذه قيمة ما يجري الآن من اشتباكات متدحرجة نحن أمام يعني قواعد قتال ربما تتدحرج ربما تصل إلى مرحلة معركة بين الحروب يخوضها حزب الله وليس إسرائيل إسرائيل الآن مردوعة وكما يعني نشاهد إسرائيل التي كل الجهات التي يهمها أمر إسرائيل تخاطبها بالقول أنه لا يوجد انتصار لا في قطاع غزة ولا في الجبال اللبنانية حتى مجلة أتلانتيك الأمريكية يعني أفردت مساحة واسعة من الحديث في هذا الاتجاه ووضحت بأن الجيش الإسرائيلي العاجز عن تنفيذ أهدافه في غطاع غزة لا يمكن له أن يذهب ويحقق إنجازات في الجبال الشمالية سياق سياق اللواء على كل حال سنأخذ أكثر في هذه التفاصيل في سياق الميدانية طبعا ولكن نتحدث عن القواعد اليوم ومن بينها قاعدة نيمرا والتي تقع غربة طبرية وهي أحدى قواعد تخزين الذخيرة والصواريخ للمنطقة الشمالية 6400 تتبع هذه القاعدة لشعب التكنولوجيا ولوجيستيات وتزود وحدات الجيش بالذخيرة كما تهتم بتدريب وحدات الجيش على الاستخدام الصحيح للذخيرة ونعيد التذكير بقاعدة ميرون التي استادفتها المقاومة الإسلامية مرارا فهي تبعد نحو 8 كم و500 متر من الحدود اللبنانية وتقع على قمة جبل الجرمق التي تتفع 1200 متر عن سطح البحر وتختص في المراقبة الجوية حيث تغطي سوريا ولبنان وتركيا وتضم مركزا لعمليات صاروخي نظرا إلى أهميتها الاستراتيجية الآن سنتابع مع سياد العميد شارل أبي نادر على الخريطة أبرز المواقع الإسرائيلية التي استدفتها المقاومة الإسلامية في لبنان سياد العميد ما البارز كان في هذه الاستهدفات وما هي أبرز المواقع وأهميتها طبعا التي تم استهدافها نعم النقاط التي أشرنا إليها أحمد هي نستطيع أن نسكتها على الخريطة أولا بالمركز الرئيسي الأساسي في سكنة حرامون أو قاعدة جبل الشيخ الأساسية والتي هي تابعة للواء حرامون 810 هي مركز الرصد والاستطلال الذي أشرنا إليه النقطة الأخرى أيضا قاعدة نمرة أيضا أشرنا إليها على مسافة 33 كم غرب بحيرة طبارية نستطيع أن نقول أن النقطتين اليوم كما أشرنا في البداية هي تجمع القدرات الاستعلامية الأساسية للعدو إذا كان في منطقة جبل الشيخ أو جبل حرامون وأهمية هذه المروح الواسعة من الرصد الذي تعطيه للعدو وإذا كان من قاعدة نمرة والتي كنا تشكل المدخل الشمالي يعني باتجاه العمق الإسرائيلي والذي تخطيه يصبح مرحلة ثانية من اشتباك معين أو من اشتباك متطور انطلاقا هذا الموضوع نستطيع أن نقول أن نقطتين الاستهداف اليوم الرئيسياتين الاستراتيجيتين هي قاعدة نمرة وجبل حرامون أو قاعدة حرامون ونعود أيضا للاستهدافات العادية التي المقاومة بالرغم من أنها اليوم تدخل في استهدافاتها نقاط استراتيجية هي سبتت على استهدافاتها العادية اليومية في موقع البغدادي أجهزة تجسسية في منطقة بركتريشة تقريبا في هذه المنطقة وفي المناطق العادية المتعلقة بكل الجبهة ومتابعة استداف الأجهزة التجسسية معركة هي تتعلق بالنقاط الحدودية بشكل كامل مناورة الأعماء المتواصلة بشكل يومي ومعركة تتعلق برفع مستوى الاشتباك إلى النقاط الاستراتيجية كما أشارنا سيادة لواء وصف عريقات هذه نقطة مهمة أثرها سيادة العميد شامع بنادر فيما يتعلق باستهداف نقاط حماية الداخل الإسرائيلي ماذا يعني الوصول إلى هذه النقاط وأيضا فيما تعلق بالقبة الحديدية التي يفترض أن تحمي كل إسرائيل وكل المواقع الحساسة الإسرائيلية بحسب ما ينقل الأعلام الإسرائيلي مثلا فيما تعلق باستهداف قاعدات ميرون فأنه فقط 20 أو 20% من الصوريخ التي أطلقت تم إسقاطها حتى الآن كيف يمكن تفسير عدم تمكن الاحتلال من التعامل مع هذه المعضلة وإسقاط الصواريخ خاصة أنه يملك كل الإمكانات العسكرية واللوجستية لإسقاط كل هذه الأهداف التي تطلق من لبنان هذا ما يفترض فعلا أن تقوم به هذه القبة الحديدية يعني بالتأكيد هذا تطور في أداء المقاومة اللبنانية وحزب الله وهذه يعني إعداد على مستوى عالي من الكفاءات القتالية ومن الجهوزية للميدان ونعتقد أنه يعني كل قواعد القتال والعقيدة العسكرية القتالية من من أنذار ومن ردع ومن حسم قد تبخرت يعني لا يوجد معلومات أمنية واستخبارية دقيقة عن حزب الله والمقاومة اللبنانية عند إسرائيل بالعكس هذه المعلومات الأمنية والاستخبارية الدقيقة موجودة عند حزب الله وعند المقاومة اللبنانية وقد أثبتت من خلال بنك الأهداف الذي تستخدمه وتستهدف يوميا الردع يعني بما أن إسرائيل ليس لديها معلومات أمنية واستخبارية لا يمكن لديها أن تنفذ مبدأ الردع بمعنى أن الردع يعتمد على معرفة من سيقاتل الجيش الإسرائيلي وفي غياب المعلومات سيقاتل المجهول والمجهول بالنسبة له له قدرات المقاومة وقدرات حزب الله التي لم تظهر له حتى الآن فبالتالي الجيش الإسرائيلي هو منظور ومعروف عند المقاومة اللبنانية وحزب الله في حين أن المقاومة اللبنانية وحزب الله غير معروفة عند الجيش الإسرائيلي وهذا يؤكد بأن عنصر الحسم منفي لن يتحقق لأنه لا يوجد معلومات أمنية يعني بمعنى الإنذار ولا يوجد قدرة على التحرك بريا أو في الجو أو في البحر وهذا ينفي عنصر الردع وبالتأكيد الحسم لن يتوفر بما أنه العنصرين الأساسيين غير متوفرين فبالتالي نحن نتحدث عن ميزان قوة صحيح أن الجيش الإسرائيلي ما زال يتبوأ الرقم 18 في العالم والرابع في الشرق الأوسط من حيث الإمكانيات ولكن من حيث استخدام هذه الإمكانيات وهو الجند الإسرائيلي والضابط الإسرائيلي أنا أعتقد ثبت فشلهم أمام المقاومة اللبنانية وأمام حزب الله بدليل أن عنصر المبادرة عنصر السيطرة والقيادة يمتلك حزب الله وهذا واضح في الميدان بدليل أن الجيش الإسرائيلي حتى الآن يهدد يرفع سقف التهديد عاليا منذ اليوم الأول في العدوان على قطاع غزة والقيادات الإسرائيلية كلها تتشدق وتهدد بالجبهة اللبنانية ولكن وحتى اليوم يؤف جالنت سياد نواء وزير الأمم الإسرائيلي ليقول حتى لو توصلنا إلى صفقة مخطفين فسوف نستمر في محاربة حزب الله بالرغم من كل هذه الوقاعة الميدانية التي تتحدث عنها حضرتك وجاء الرد عليه حتى من نتنياهو يعني وقال له أنت لست رئيس وزراء أنت وزير حرب بمعنى أن كل المعلومات الحساسة موجودة ويعرفها نتنياهو ويعرفها قادة الجيش وأكثر ناس يعرفون حقيقة الجيش الإسرائيلي هو بايدن والولايات المتحدة الأمريكية وليس أنسانية من الولايات المتحدة الأمريكية حينما يقول لنيتنياهو لا تذهب لا توسع القتال للجبهة الشمالية لأنهم يعرفون تماما أنه إذا ذهب إلى الجبهة الشمالية سيكون في ورطة كبيرة وكما قالت أتلانتيك قالت أن إسرائيل ستقع في فخ الجبهة الشمالية كما وقعت في فخ قطاع غزة وهذه مقارنة بتقديري دقيقة جدا ويعرفون حجم الخسائر التي سيمنى بها الجيش الإسرائيلي صحيح أن لديه طائرات لديه مدفعية برية بحرية لديه إمكانيات تدميرية هائلة لا أحد ينكر ولكن أيضا هذه الإمكانيات يمكن أيضا أن ترد فيها المقاومة اللبنانية وحزب الله إلى داخل فلسطين المحتلة بمعنى العين بالعين والسن بالسن والبادئ أظلم نتابع إذن الآن لكي نعرض هذه المشاهد التي بثتها المقاومة الإسلامية في لبنان من عملية استهداف موقعي بوركاتريشا والراهب التابعين لجيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الجنوبية نتابع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر إذن مشاهدين الكرام بالعودة إلى الموقع التي أعلنت عن سهداف المقاومة الإسلامية في لبنان في الجولان السوري المحتل وهذا مركز مركز للسطلع الفني والإلكتروني البعيد المدى فقط نشير إلى بعض المعلومات فيما تعلق بهذه المنطقة وهذا الموقع الذي تم استهدافه فهو إذن مركز للسطلع الفني والإلكتروني بعيد المدى على الاتجاه الشرقي مرصد التزلج الشرقي في جبل حرامول في الجولان السوري المحتل هو إذن أعلى هدف يتعرض للإستهداف منذ بداية معركة طفان الأقصى في جبهة لبنان نتحدث عن 2230 مترا ويقع في أحلى قمم جبل الشيخ في الجولان السوري المحتل يغطي ويرصد الاتجاه الشرقي من سوريا إلى العراق والأردن وتبوك حتى الحدود الإيرانية كما يضم هذا المرصد تجهيزات إلكترونية وتجسسية واستخباراتية ومنظومات فنية هي الأكثر تطورا إذن سياد العميد شارل أبي نادر فيما يتعلق بهذه المعلومات لديك تعليق عليها خاصة أنه نتحدث عن أعلى هدف نتحدث عن 2230 مترا نعم نتكلم عن البود استراتيجي نعود للبود استراتيجي في هذا الاستداف لأنه ربما هو الخط الأساسي الذي يجب الإضاءة عليه كما أشرنا بأستاذ أحمد بالاستداف قاعدة نمرة وتمت الإشارة إلى أن هذا هو الذي بدأ يشكل ألمس بالعمق استراتيجي للكيان نتكلم أيضا عن استهداف قاعدة جبل حرمون أو قاعدة الاستطلاع الفني والإلكتروني على جبل حرمون أو على جبل الشيخ بأعلى نقطة أساسية بدأنا نتكلم عن تحضير أنا بتقديري تحضير لعناصر معركة هي أبعد من موضوع المتعلق بقواعد الاشتباك العادية التي ألفناها اليوم حتى اليوم بتسعة أشهر نحن اليوم في نهاية الشهر التاسع من معركة التفاق الأقصى هذا الانتقال إذا إلى النقاط الاستراتيجية المتعلقة بالمعركة المرصد بحد ذاته تاريخيا هذا المرصد كان يتعلق بربما إسرائيل أو العدو الإسرائيلي نفذ معارك مهمة وضخمة للاحتفاظ والسيطرة على هذا المرصد لأنه يعطيه أهمية في معاركه مع لبنان مع سوريا ربما يعطيه أهمية متقدمة في الموقع المتعلق بالرصد البعيد انطلاقا من كافة مروحة الجغرافية في الشرق الأوسط تأتي اليوم استدافع من كبير المقاومة أيضا لكي تمس هذا البعد استراتيجي للعدو ومركز أساسي تاريخيا كان ينفذ معارك أساسية للسيطرة عليه وللاحتفاظ به ربما احتلاله للجولان احتفاظه بهذا المركز ربما يدخل من ضمن أحد أهم أسباب احتلاله للجولان نتخيل هذه الأهمية لهذا الموقع اليوم وأن يتم استهدافه هذه المعركة التي تنفذها وحدات المقاومة هي نلاحظ أنها شاملة يعني كنا أشرنا في أو كان تمت الإشارة قبل هذا الفيلم المتعلق بالإشارة إلى حرامون استهداف موقع ريشة واستهداف موقع الراهب للأجهزة التجسسية هذا البعد المتعلق بالاستعلام وضرب الاستعلام وضرب أعماء أو أعماء قدرة العدو الإسرائيلي على المراقبة وعلى يعني الإحاطة بكل المراكز على كامل جبهة من المركز الحدودي الصغير المتعلق بمركز ريشة ربما الذي يستهدف بشكل شبه يومي إلى مركز حرامون اليوم هذه معركة يعني أعماء واستداف القدرات الاستعلامية للعدو أيضا هي بنفس أهمية ربما أكثر أهمية من استداف القواعد العسكرية المتعلقة بالقبة الحديدية المتعلقة بالقدرات المدفعية ونقاط المدفعية نقاط الصواريخ للعدو تأتي أهميته في هذا الموضوع لأن المعركة اليوم مع العدو هي ليست فقط معركة يعني أسلحة مباشرة أو صواريخ هي معركة استعلام وحتى مناورة العدو يعني الخبيثة في ملاحقة المقاومين وأستداف المقاومين تهتمد بأساسها على مستوى معين من هذه القدرات الاستعلامية تأتي اليوم أهمية هذا الموضوع للمقاومة لكي تقول للعدو الإسرائيلي أن نقاط القوة أو عوامل القوة الأساسية في معركتك معركتك الاستعلامية أيضا أنا أستطيع أن أستهدفها وأستطيع خاصة أن كل يوم تستهدف مواقع جديدة المقاومة مهمة يعني طبعا توصل رسالة للاحتلال أن كل هذه المواقع وهذه المعلومات هي بحوزتنا ونحن من نحدد يعني طبيعة للسداف وتوقيت طبعا للسداف والسر في هذا العملية أنه بالتواكب مع إظهار المقاومة يوميا بشكل يومي تقريبا تقدم في الأسلحة النوعية والكشف عن أسلحة نوعية أيضا هي تكشف عن مراكز وتكشف عن نقاط أهمية استراتيجية للعدو تباعا هذا يدخل من ضمن رفع مستوى المعركة باتجاه كما قلنا الخط الذي يخاطر الانتقال من قاعدة الاشتباك اليوم إلى قاعدة أوسع على كل حال سنتابع الحديث معك طبعا في الميدانية ومع ضيفنا من ربال اللواء واصف عراقات ولكن بعد هذا الفاصل إذن المشاهدين الكرام فاصل ونتابع بعده الميدانية أهلا بكم الجديد مشاهدين الكرام من لبنان ننتقل الآن إلى جبهة غزة والحرب الإسرائيلية المستمر هناك وطبعا استمرار تصدي المقاومة الفلسطينية للتوغل الإسرائيلي في عدة مناطق داخل قطاع غزة سيادة العميد شارل أبي نادر فيما تعلق بغزة ما كان اللافت اليوم فيما تعلق بعمليات المقاومة طبعا هي تستمر في التصدي لكل التوغل الإسرائيلي من الشمال إلى الجنوب نتحدث عن استمرار التوغل والاشتباكات في الشمال في مدينة غزة في حي الشجاعية وصولا إلى طبعا جنوب القطاع وفي رفح في عدة أحياء منها تفضل ماذا في المعلومات بالنسبة لليوم اللافت الميداني هو تقريبا لم يتغير عن المسار الذي شهدناه منذ بداية معركة العملية على الشجاعية حوالي الأسبوعين تقريبا ومنذ بداية المعركة على رفح الواسعة منذ حوالي الشهرين ونصف تقريبا نتكلم بدايةا عن الموضوع الشجاعية ما زالت يعني نتكلم في البعد المتعلق بمنطقة الشجاعية العدو وصل إلى شارع بغداد في عمق الداخل الشجاعية ومنه يحاول أن يضغط باتجاه شماله وباتجاه منطقة التفاح وباتجاه منطقة الدرج يعني اتخذ من شارع بغداد المشار إليه باللون الأصفر في وسط الدائرة نقطة ارتكاز ويضغط باتجاه مناطق التفاح والدرج وباتجاه أيضا مقبرة التوانسة والمناطق المتعلقة بالسدرة وكل المناطق الداخلية الأساسية من منطقة الشجاعية هذا لناحية عملية العدو أو عملية العدو هو مازال يحاول أن يفتش مازال يحاول أن يضغط ويبحث عن أهداف معينة داخل الشجاعية هذا من اتجاه العدو من اتجاه المقاومة مازالت عمليات المقاومة بشكل كامل إذا كان وحدات القسام سرايا القدوس ووحدات الأقصى كل عناصر المقاومة تقريبا في منطقة الشجاعية تعمل بطريقة منسقة وبطريقة مستقلة هي تنسق في استهداف العدو ومواجهتي في مناطق الشجاعية بشكل كامل ولكن لكل طرف من أطراف محور المقاومة يتخذ أهداف معينة دائما يبقى شارع بغداد الأساسي داخل الشجاعية هو المنطقة الضغط الرئيسية الأساسية والتي سوف نشاهدها في الخارطة التفصيلية لمنطقة الشجاعية نلاحظ أحمد أن هنا الشارع الذي كنت إليه في شارع بغداد مقبرة التوانسة المنطقة الشمالية لشارع بغداد هي منطقة الاشتباك الرئيسي الأساسي لمنطقة للمقاومة بشكل عام تبقى دائما خط العمليات أو خط التركيز الرئيسي الأساسي للمقاومة على شارع بغداد انطلاقا من هذا الموضوع نستطيع أن نقول أنه شارع بغداد هو المحور الأول الذي دخل به العدو وشارع بغداد ما زال بعد 15 يوما تقريبا هو نقطة الضغط للمقاومة وكأن الموضوع يعني لا دخول في الشجاعية من ناحية صحيح أن هناك فعليا بعد كل هذه الأيام وبعد كل هذه الفترة الاحتلال لم يحقق شيئا من أي هو ينتشر نستطيع أن نقول أحمد أنه لم يدخل هو دخل وينتشر ويدمر ويلحن على الصعيد العسكري على الصعيد العسكري حتى الآن من غير واضح إذا كان قد حقق شيئا لم يتم الإعلان عن يعني سحب أي جسة لأسير أو أي أسير معين إذا كان أهدافه أو الأسرة لم يتم الإعلان عن اعتقال أو اغتيال أحد القادة المتعلقين بالمقاومة كل النقاط المهمة المفاتيح المتعلقة بأهدافه لم يعلن هنا حتى الآن وبقيت وحداته تستهدف على شارع بغداد ومناطق أخرى أيضا غير شارع بغداد وكأن العدو يعني جلب وحداته وآلياته لوضعها في منطقة قتل أو بقعة قتل في منطقة الشجاعية هذا هو الحال اليوم يعني جمع وحدات وجمع قوة وجمع آليات في منطقة تأتي المقاومة أو عناصر المقاومة تنفذ كل أنواع العمليات على الآليات العدو وعلى الأفراد الموضوع لا يتعلق فقط باستداف الأليات الموضوع يتعلق باستداف الأفراد الذين يتخذون من منازل أو من أبنية سكنية نقاط ارتكاز للتفتيش أو نقاط ارتكاز لحماية أنفسهم تلحقهم وحدات المقاومة في هذا الموضوع ويتم توثيق كل هذه الاستهدافات يعني نتابع كل هذه الفيديوات التي تنشرها المقاومة فيما يتعلق به هذه الاستهدافات وهذا تأكيد طبعا أنها تتصدى وتستهدف كل هذه الأليات والجنود الإسرائيليين طبعا هذا تأكيد أنها تستهدف نحن نتكلم عن ليس فقط الأفلام التي تنشرها المقاومة هذا طبعا أثبات ولكن نتكلم عن الإفادات من بيان جيش العدو من وسائل العلامة العدو عدد كبير من الإصابات ومن القتلى يعني هناك حركة دائمة لطوفات الإخلاء من مناطق شرق الشجاعية تقريبا باتجاه الداخل الإسرائيلي وباتجاه من أخرى يعني كل الإجراءات على الأرض وتؤكد أن هناك عدد كبير من إصابات الأليات إذا كانت الأليات الهندسية أو الديناين أو الأليات المدرعة نستطيع أن نقول أن مستنقع الشجاعية اليوم ربما يختصر مستنقع أو دخول العدو في مستنقع غزة بشكل كامل كان ربما دخل في مستنقع خانيونس سابقا وخرج اليوم هو موجود سوف نشرح في موضوع رفح هو موجود في مستنقع رفح شبيه بمستوقع الشجاعية واليوم نتكلم عن المستنقع الشجاعية بشكل كامل طيب لا سمحت دعنا ننتقل إلى اللواء واصف عريقات نتحدث معه أيضا عن هذه التفاصيل فيما تعلق باستمرار الشبكات في شمال قطع غزة سيادة لواء الاحتلال كان منذ فترة قد أعلن أن الشمال تقريبا انتهى فيما تعلق بالمعارك العسكرية هناك وأيضا فيما تعلق بالأهداف العسكرية التي حققها الاحتلال ولكن اليوم الصورة من جديد المقاومة تتصدى لكل هذا التواغل الإسرائيلي خاصة في الشجاعية الشبكات ما زالت مستمرة هل فعلا حقق أي شيء الاحتلال من هذا التواغل في الشجاعية نتحدث عن مكاسب عسكرية حقيقية وما المانع حتى الآن وكيف يمكن تقييم أداء المقاومة في مواجهة الاحتلال بالتحديد في الشجاعية في مدينة غزة أنا أعتقد الميدان يكذبهم العمليات المقاومة خاصة إذا ما قرننا بين أفلام المقاومة من نصب كماء من اشتباك من مسافات صفر من استهداف جنود وضباط ودبابات مركبة وجرفات دي ناين وتفخيخ المنازل فوق رؤوسهم وملاحقتهم حيثما تواجدوا هناك اشتباكات مع المقاومين الفلسطينيين في حين أن إسرائيل تبث أفلام فيديو أيضا لضباط وجنود إسرائيليين يأخذون أسرى فلسطينيين درع بشرية بمعنى أنهم جبناء غير قادرين على مواجهة المقاومين الفلسطينيين أخي أحمد حتى الآن وبعد مرور 275 يوم ما زال الجيش الإسرائيلي يخوض معركة متحركة وهذا لم يحدث في تاريخ الحروب لا في الحرب العالمية الأولى ولا في الحرب العالمية الثانية وخاصة أن الإمكانيات التي بذلك وأطنان آلاف الأطنان من المتفجرات والطائرات والمدفعية البرية والبحرية و150 ألف جندي إسرائيلي من نخبة النخبة على مدار 275 يوم غير قادرين على حماية محور نتسارين لذلك هم يقومون بهذه العمليات الاستباقية هذه العمليات لعلها تؤمن لهم بعض التطمين وخاصة أن هذا المحور الذي أرادوا منه أن يكون قواعد ارتكاز ينطلق منها للشمال وإلى الجنوب وهم يقومون بعمليات كما تسمى المرحلة الثالثة الآن المرحلة الثالثة بدأتها المقاومة الفلسطينية وليس الجيش الإسرائيلي على أرض الواقع وهي التي تبادر إلى تحويل الدفاع إلى دفاع إيجابي ومن ثم إلى هجوم المقاومة الفلسطينية هي التي تقوم بالهجوم على المواقع سواء كانت في النتسارين في المحور أو في الأهداف المتحركة داخل المحور الشجعية قبل قليل يعني إسرائيل اعترفت بجرح قائد كتيبة 52 في قطاع غزة في رفع هذا اندل على شيء يدل على أن المقاومة الفلسطينية ما زالت قوية قادرة متحكمة في مجرعيات الأمور هناك تنسيق وتعاون بين الفروع كافة يعني بين المشا وبين المدفعية وبين الهندسة وبين الأمن والمعلومات وبين الإعلام يعني هذه كلها يخوضها المقاومة الفلسطينية رغم أنه يعيش في ظروف غاية في الصعوبة غاية في التعقيد وكأنه هو الجيش الذي يملك الإمكانيات علما بأنه هو إمكانيات متواضعة ولكنه أفعاله أفعال جيش كبير وأفعال جيش عظيم في حين أن الجيش الكبير الذي يملك كل الإمكانيات أفعاله أفعال مجرمين أفعال عصابات جرائم مجازر حرب ترتكب يعني سقط أخلاقيا قبل أن يسقط عسكريا وكثيرا من الجيوش خسرت المعارك بسقوطها الأخلاقي قبل سقوطها العسكرية فما بالك أخي أحمد حينما يسقط الجيش الإسرائيلي أخلاقيا ويسقط عسكريا وهذا حديث الجبهة الداخلية الإسرائيلية يعني كانوا مجمعين كلهم على أن يذهب الجيش الإسرائيلي في حربه على قطاع غزة ليثأر لينتقم ليعود بالانتصار اليوم كلهم تفرقوا تفككوا الكل ضد الكل الكل يتناقض مع الكل والكل يطلب من وقف العدوان على قطاع غزة لأنهم يشعرون بأن الجنود والضباط يستنزفون هناك أكثر من 15 قتيل وجريح يوميا يقع في صفوخ الجيش الإسرائيلي والخسارة الأكبر في الجيش الإسرائيلي هي بالروح المعنوية وبالكفاءة القتالية وهذا ما دفع ألف عائلة أن تقدم أن تقدم عريضة للمستوى السياسي والمستوى العسكري أنها لا تريد لأبنائها أن يذهبوا إلى القتال لأنهم سيموتون إضافة إلى أن نسبة الدعوة للإحتياط أو الاستجابة للإحتياط نزلت من 120% في بداية العدوان على قطاع غزة إلى 60% اليوم وهذا مؤشر خطير على الجيش الإسرائيلي لأن الجيش الإسرائيلي يعتمد 75% من قواته على الإحتياط سياد لواء بما أن حضرتك تحدثت منذ قليل عن محور ناتساريم فقد نشرت كتائب القصام شاهد لدك تجمعات الاحتلال في هذا المحور في مدينة غزة باستخدام قضاءة مدفعية الاحتلال وتركيبها على صواريخ 107 ترجمة نانسي قنقر لأننا نعود لسيد شارل أبي نادر ونتحرف أكثر معه على الخريطة فيما يتعلق بالمعلومات فيما يتعلق بمحور ناتساريم الذي تبعنا منذ قليل هذه المشاهد هناك طبعا حيث بثت كتائب القصام مشاهد لدكتر جمعات الاحتلال في هذا المحور فضل يعني نتكلم عن محور ناتساريم دائما يعني أصبح هناك مركز أو هدف رئيسي أساسي للمقاومة يتعلق بمحور ناتساريم هو اليوم مثل الشجاعية أو مثل رفع يعني نتكلم عن مسلس استهدافات للمقاومة أساسي نتكلم عن شجاعية لأن نتكلم عن ناتساريم ناتساريم هي تتعرر بشكل كبير قيادة يعني قوة العدو أو وحدات العدو في منطق ناتساريم هي في المنطقة القريبة من الساحل يعني في المنطقة تقريبا الغربية ولكن محور الدخول لآليات العدو من اتجاه الشرق يمر بمنطقة موقع أبو عريبان ووصولا إلى ناتساريم هذه المنطقة كلها أحمد تتعرض بشكل كامل لكافة أنواع الأسلحة والصواريخ اليوم أشر يعني الفيديو عن تجهيز عبوات أو تجهيز حشوات متفجرة ووضع على صواريخ ميو سبعة بالقذائف غير مفجرة للعدو في المرحلة الأخيرة بدأت المقاومة تستعمل هذا الإجراء من خلال الحصول على متفجرات يعني كل صاروخ ربما غير منفجر وخاصة الصواريخ الكبيرة التي هي تزن من خمسمائة كيلو جرام أو باتجاه يعني حتى وصولا إلى تسعمائة كيلو جرام نستطيع أن نقول أن كمية المتفجرات التي تحويها كل صاروخ أو كل قنبلة غير مفجرة جوية غير مفجرة ربما تستطيع أن تجهز عشرات الصواريخ ميو سبعة أو عشرات العبوات الناسفة وهذا هو ربما النقطة التي تستطيع المقاومة أن تستغلها وأن توفرها بحصولها على هذا الكم الكبير من هذه المروحة لذلك نستطيع أن نقول أن نت سريم اليوم وكان هناك إشارة أن بضاعاتكم ردت إليكم أغلب الاستهدافات الأخيرة بصواريخ ميو سبعة وبالعبوات الناسفة على نت سريم هي من القزائف أو مصنعة من القزائف الإسرائيلية غير المفجرة بالموضوع الأساسي المتعلق بالعودة إلى رفح رفح أشرنا إلى أنها النقطة الثالثة من مسلس الاستهداف اليوم للمقاومة أو مسلس الاشتباك غيرنا السريم والشجاعية ما يحصل اليوم في رفح نقطة ارتكاز اليوم أو أغلب العمليات نستطيع أن نتكلم عن منطقة تل السلطان منطقة يعني بالأمس كان هناك حديث عن منطقة الحي السعودي الحي السعودي تقريبا هو في المنطقة الغربية اليوم المقاومة تركز على منطقة تل السلطان هناك أكثر من نتكلم عن ثلاث أو أربع دبابات ميرجافا تم استهدافها وتم تدميرها بمنطقة تل السلطان إذا كان بعبوة شواز أو إذا كان بقزائف اليسين دائما نلاحظ أن تل السلطان من الناحية الجغرافية هي تشكل المدخل الأساسي للدخول إلى منطقة الشابورة أو المدخل الأساسي لمحاولة محاصرة مدينة رفح والضغط عليها من اتجاه الغرب لأنه حاول العدو من اتجاه المناطق الشرقية الدخول باتجاه منطقة رفح وكان دائما يتعرض لضغوط قوية ويبدو أن المقاومة قد حصنت بنيتها الدفاعية من اتجاه الجنوب لمدينة رفح من اتجاه الجنوب ومن اتجاه الشرق لذلك عمل العدو كان بعد سيطرته على محور فيلادالفيا ووصوله إلى تل السلطان محاولة الالتفاف من اتجاه الغرب للضغط على رفح ولذلك اهمية اليوم الضغط الذي تنفزه وحدات مقاومة في تل السلطان تل السلطان هي حدودية تقريبا مع البحر وحدودية مع الحدود مع مصر وهذا بالرغم من كل ما يعلنه الاحتلاف ما يتعلق بهذه المعركة وهي تحدث عن الدخول في المرحلة الثالثة يعني يمكن أن نلخص قليلا المراحل السابقة وفعليا ماذا حقق في كل هذه المراحل لكي ينتقل إلى المرحلة الثالثة خاصة من حضرتك يعني تطلعنا على كل هذه التفاصيل والوقاع وطبعا فيديوهات المقاومة تثبت كل ذلك هذا هي نقطة إثبات يعني قد تكون الأقوى نقطة إثبات ميدانية بأنه لا إمكانية للقول أننا نتكلم عن مرحلة الثالثة إذا كان عنوان المرحلة الثالثة الذي وضع العضو انتهاء العمليات المباشرة في المرحلة الثانية والخروج واعتبر أنه النقاط الأساسية حققها لنحية الأهداف وسوف ينفذ عمليات موضوعية إذا تسنى له الحصول على أسلح ولكن اشتباكات ما زالت اشتباكات كنت أشير في النقطة الأقرب إلى الحدود مع مصر والأقرب إلى الغرب إلى الساحل والتي هي بأساس محور في لدالفيا الذي سيطر عليه وبقيت في نهار واحد يعني في يوم واحد أكثر من أربع دبابات تعرضت وتدمرت بأغلب أنواع الأسلحة يعني هناك مروحة واسعة أو مناورة واسعة بتنوع الأسلحة للمقاومة هذا لا يعني أن هناك أي إمكانية للقول أن هناك سيطرة أو هناك تنفيذ لأهداف مرحلة ثانية للانتقال إلى المرحلة الثالثة على كل حال أن ننتقل لأبرز ما قاله المتحدث باسم كتائب القسام حول هذه المعارك وكل هذه التطورات في غزة إذن الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة أكد أو قال أن العدو تلقى ولا يزال يتلقى الضربات الموجعة في كل مكان يتوغل فيه داخل قطاع غزة إن معركة رافح الجارية منذ نحو شهرين وما يقدمه مجاهدون فيها بكل بسالة وما يسطره مجاهدون أيضا منذ نحو أسبوعين في الشجاعية وما رافق هذه العمليات من معارك مشتعلة في شمال القطاع ووسطه وجنوبه لهو أكبر دليل على بأس مقاومتنا وعنفوانها وعلى فشل العدو وتخبطه فكل العالم يشهد كيف أن المجرم الفاسد نتنياهو ووزير حربه كانوا يمنون جمهورهم ويخدعون العالم لأن معركة رفح هي الضربة القاضية وهي المحطة الفاصلة فلم تكن معركة رفح سوى استكمال من العدو لسياسة التدمير الممنهج والمجازر ضد المدنيين وفي المقابل تلقى العدو ولا يزال جوابه من مجاهدين ومقاومتنا في رفح قتلا لجنوده وتدميرا لآلياته وكمائن لقواته وبالتوازي فإنه يتلقى الضربات الموجعة في كل مكان يتوغل فيه من جديد بل وفي محور وسط القطاع المسمى نتسريم الذي سيكون محورا للموت والرعب بإذن الله لجنود العدو المحتلين وسيخرج منه العدو مندحرا كما خرج من قبل لواء واصف عريقات فيما تعلق بكلام أبو عبيدة وبالتحديد فيما تعلق بمحور نتسريم هو تعهد أن يكون هذا المحور محورا للرعب والقاتل وسيخرج منه العدو مهزوما هذا ما قاله برأيك ما الذي تخبيئه المقاومة من مفاجآت الاحتلال الإسرائيلي في هذا الإطار وكيف يمكن أن يعكس كلام أبو عبيدة فيما تعلق بأن المقاومة والمجاهدون ما زالوا بخير والمقاومة أيضا جندت ألاف المقاتلين الجدد في هذه الحرب بعد تسعة أشهر كيف يمكن أن ينعكس كل هذا الكلام وكل هذه الوقائع على سير المعارك في قطاع غزة يعني قبل ما أجاوبك أخي أحمد ألفت النظر أنه هجاري اليوم لأول مرة يسمح لبعض وسائل الإعلام الموالية أراد أن يطلعهم أنهم سينتقلوا إلى المرحلة الثالثة وأن معركة رفح قد انتهت وأنهم أنجزوا الأهداف ووصلت بعض هذه الوسائل الإعلام إلى محور فلادلفيا وبينما هم موجودين في محور فلادلفيا دارت اشتباكات ما بين الجيش الإسرائيلي وشهدها شهدها الإعلاميون وكانت هذه ضربة موجعة لهاجاري الناطق العسكري الإسرائيلي الذي أراد أن يثبت لأن الجيش الإسرائيلي قد سيطر على المكان وأنه لا يوجد اشتباكات وأن المنطقة آمنة لأنهم قضوا على المقاومة الفلسطينية وأن هذا ينطبق أيضا على محور نتسريم يعني الجيش الإسرائيلي يدرك تماما وأنا أعتقد استقالة هارون حليفة مسؤول الاستخبارات مسؤول هيئة الاستخبارات قبل شهرين تقريبا ليس لأنه أخفق يوم 17 فقط بل لأنه يعرف تماما أن بقاء الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة لا جدوى من بقائه وخاصة أنه يملك المعلومات الأمنية والاستخبارية الدقيقة عن قدرات المقاومة الفلسطينية المقاومة الفلسطينية حتى اليوم كل يوم لديها مفاجآت إن على صعيد المهارات الميدانية القتالية عند المقاومين أو على صعيد الأسلحة التي تستخدمها فبالتالي حينما يتحدث الناطق العسكري أبو عبيدة ويقول أنهم يعتمدون على التصنيع المحلي أنا أعتقد هذه رسالة قوية للجيش الإسرائيلي الجيش الإسرائيلي حينما نقصت ذخائر الدبابات المركابة 120 وذخائر المدفعية 155 يعني على صراخها وصل السماء والولايات المتحدة الأمريكية استنجدت استنجدت في دول أوروبية ومنها ألمانيا ومنها حتى يعني اقتصرت على أوكرانيا بعض تزويدها بالأسلحة من أجل تزويد إسرائيل بهذه الأسلحة في حين أن المقاومة الفلسطينية المحاصر برا وبحرا وجوا على مدار 18 عام والآن على مدار 275 يوم وما زالت المقاومة الفلسطينية قوية قادرة لديها من الأسلحة التي تستطيع أن تنفذ فيها العمليات النوعية هذه أكبر رسالة بأن محور نت السريم سيبقى تحت الضربات وما دام الجند الإسرائيلي غير قادر على السيطرة على المكان الذي هو فيه وهو في حالة الدفاع عن النفس بالتأكيد لن يمكث طويا سياد العميد تعليق سريع لو سمحت على مقاله ضيفنا من رمالة فيما يتعلق بمحور نت سريم وفعليا ما الذي تملكه المقاومة فيما يتعلق بمواجهة الاحتلال في هذه النقطة بالتحديد وكيف سيواجه الاحتلال هذه المعاضلة إذا كان العدو يطمح أن يكون هو في المرحلة الثالثة أن يخرج وينافذ عمليات موضوعية سوف يكون خارج المناطق طبعا سوف يبقى في نت سريم وفي رفح كما قلنا من ناحية هناك استهداف كامل ومتواصل لنت سريم ورفح ومن ناحية أخرى رأينا أن المقاومة أعادت تجميع قواتها وتجهيز قواتها وتطوير أسلحتها خلال فترة كان وجود العدو مباشر وكان هناك اشتباكات في الشمال واشتباكات في الوسط واشتباكات في الجنوب وستطعت المقاومة أن تعيد تنظيم قدراتها بشكل كبير فكما بالحري سوف يكون هناك من قدرة متقدمة للمقاومة إذا خرج العدو من أغلب المناطق الداخلية طبعا سوف تكون هناك فرصة مهمة أساسية لإعادة تجميع قواتها وإعادة ضغط باتجاه معركة أكثر فعالية دفاعيا أو هجوميا شكرا لك شاء الله بنادر المحل للميادين للشؤون الأمنية والعسكرية شكرا أيضا نشكر ضيفنا من رمالة اللواء وصف عرقات الخبير في الشؤون العسكرية والأمنية والشكر لكم مشاهدين الكرام على المتابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة